ثمانية عشر صيادا خرجوا لاستياد السمك فاصطادتهم بارجات التحالف سالت دماؤهم وسط أمواج البحر حاولوا الاستنجاد بمن حولهم لكن جنود التحالف تركوهم يغرقون بجراحهم إذ كيف للقاتل أن ينقيد ضحيته سبعة عشر صيادا لقوا حتفهم ونجى واحد فقط وكأنه بقي ليكون شاهدا على الجريمة وبشاعتها ليست هذه الجريمة الأولى التي يستهدف فيها التحالف الصيادين في الساحل الغربي فمسلسل استهداف الصيادين ملف مثخن بالاستهتار والغدر قبل أقل من شهر استهدفت مقاتلات التحالف مجموعة من قوارب الصيد جوار جزيرة عقبان التابعة لمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وفقدان تسعة آخرين وقرب جزيرة السوابع استهدفت مقاتلات التحالف أيضا قوارب الصيادين أكثر من مرة ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم تقارير حقوقية تقول إن 75 غارة من غارات التحالف استهدفت صيادين مدنيين ما أدى إلى استشهاد نحو 240 وجرح 350 آخرين نهاية يوليو المنصر مطلقت تحالف تحذيرات للصيادين من الاستياد في المياه الإقليمية اليمنية بينما تعتمد معظم الأسر القطنة في المناطق الممتدة على الساحل الغربي على الصيد كوسيلة وحيدة للرزق خرج الصيادون للاستياد في المناطق التي يفترض أنها محررة كالخوخة والمخى وغيرها فجاء الرد من التحالف قطع الأرزاق والأعناق معا على الضفة الأخرى من الساحل اليمنية عيشوا صيادون مأساة مشابهة في المكلة وشبوة حيث منعت القوات الإماراتية الصيادين هناك من مزاولة نشاطهم تاركين آلاف الأسر وسط مصير مجهول تقول التكارير إن خسائر اليمن من قطاع الأسماك بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار منذ اندلاع الحرب قبل أربع سنوات بالإضافة لتعطل أكثر من ستة وثلاثين ألف عامل في هذا القطاع الصياد اليمني مثل بلده يعيش أثار الحرب ومأساة تسلط الجيران ويدفع ضريبة ذلك دمه وقوته